أعلن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن بلوغ نسب الإنجاز بأعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة نسبة 95% متوقعا شروع الوزارة بتنفيذ وحدات المرحلة الأولى بالمدينة الجديدة قبل نهاية العام الجاري وأضاف وزير الإسكان على هام الشترات التفاقدية للمدينة أن الوزارة أنهت مؤخرا مرحلة إعداد المخططة العامة للمدينة وحصلت على الموافقات التخطيطية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما تعكف الوزارة على أعداد الرسومات الهندسية التفصيلية سواء الوحدة السكانية أو أعمال البنى التحتية وجلوى المواصفات وحساب الكميات والتي يتوقع الانتهاء منها في منتصف هذا العام وقال الحمر إن مشروع مدينة شرق سترة يعد أحد أكبر المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة والتي تعد أحد أبرز المشاريع المدرجة في برنامج عامل الحكومة المتضمن بناء 25 ألف وحدة سكانية بحلول عام 2018 والمنبثقة عن توجيه الملكي السامي بشأن الإسراع في بناء 40 ألف وحدة سكانية في أقصر مدة ممكنة وأوضح وزير الإسكان أن اقتراب عمل الرجم والدفان البحري في مدينة شرق سترة يمهد للبدء بتنفيذ مراحل مشروع مدينة شرق سترة المكون من 3180 وحدة سكانية و690 قسيمة سكانية متوقعا للبدء بعمل التنفيذ في المرحلة الأولى مع نهاية العمل الجاري على أن تليها المراحل الأخرى تباعا طبعا تأتي هذه الزيارة اللي طلع على سير العمل في مختلف مشاريع وزاية الإسكان نحن اليوم تحديدا في موقع مهم موقع مدينة شرق سترة واللي في الواقع تشهد أعمال الدفان نسب متطورة للغاية تفوق 95% ولله الحمد أيضا بدأت من كم نسبوع أعمال الدفان أو الحماية الصخرية نتوقع إن شاء الله أن يتم الإكمال هذا المشروع بالكامل في حدود ثلاث أشهر من الآن